منذ شعلة الاولى للجمهورية كانت الكلمة الاولى والاغنية الاولى والبيان الاول للثورة جنبا الى جنب في معركة الكفاح الجمهوري من اول قصيدة الى اخر طلقة في سبيل عتاق الشعب وفتح الافاق المغلقة في وجهه بسلاح الكلمة وبلهب السلاح هو حق الشعب والجمهورية هي جمهورية الشعب ارتبط الادب بثورة سبتمبر التي كانت ميلادا ثقافيا وفنيا اضافة الى كونها ميلادا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قبل ذلك كله ميلاد شعب شب على القيد وكسر الاغلال التي كبلت الوجدان الشعبية بالكهنوتية حضرت سبتمبر وحضرت اليمن والاغنية واللحن الخالد الذي لا يندثر والقصيدة الخالدة التي شكلت حالة الهام فنيا لثورة البلاد كثورة فنيا مثلت انعكاسا لثورة الشاملة التي عملت على ضخ الجماهير من جديد الى قلب التحولات التاريخية بعد الغياب الطويل لم يقتصر الادب الجمهوري ومثله الفن على بث الشجن والحنين الوطني وصياغة الوجدان الشعبي الممزق بفعل التعبوية السلالية تحت يافتات دينية بل كرس الادب والفن المضامين الجمهورية الجديدة والهتاف باسم الشعبي وحريته وجمهوريته التي تخلقت من رحم ثورة البلاد لم تنعكس المضامين الفنية والادبية والثقافية للمشروع الجمهوري بشكل فاعل في مناهج التعليم ولم تتحول الى وعي جمعي نتيجة عدم تبني السلطات لسياسات ثقافية تضع الذاكرة الجمهورية بعين الاعتبار بل وصل الامر الى مرحلة الضرب على العظام عندما تعرضت الذاكرة الجمهورية لمحو ممنهج وقاس ادبيات الجمهورية وشعاراتها هي الاخرى رغم التهميش المتعمد الا انها ظلت تقاوم وتحضر في ذاكرة الاجيال من تحية العلم في طابور الصباح الجمهوري في المدارس الى الاغنية الوطنية التي ترسخت في الوجدان كحارس امين للروح الجمهورية منذ الانقلاب والاجتياح حاولت الميليشيا الامامية ان تمارس الاحلال الثقافية والفنية من خلال استبدال المسيرة الدستورية الجمهورية بالمسيرة الكهنوتية والسيادة الشعبية بعنصرية السادة والسلالة بديلا عن الشعب والجماعة بديلا للدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة